اشتركوا في القناة انا وعرفت كمان عنه كنت عم بتذكر أن الحلقاتنا السابقة صحيح تتذكر شي منهم كان عنا كتير حلقات كتير حلوة يحكينا فيه عن الحيوانات اللي بتغير ايكو سيستمز والاشياء القوية بالطبيعة مننا حلقة كتير حلوة بتذكرها لازم نجح نوعي عنهم عن السبليمتز اللي بيخدوهم في الاشياء الخطرة مثل افادرين وهالاشياء اكيد العالم الكبير اللي منميز بين السبليمتز والابيوز تبع ستيرويد وكذا حلق عملنا عنا لأنه بطريقة معينة بيجوا بيبيعونا سبليمتز على الاساس فيهم كل الشياء نعتش ريلا من الطبيعة وهذا الشيء ما بيكون ايه هيدا عالم كتير كبير مية بمية اليوم قلت أنه خلص هكي من نجح على العالم الهيئن صحيح وناخد اتصالات المشاهدين هكي منكون عم نفيد وأكيد في منهم هنه بتصلوا فينا وفي عنا صور أراد يجت بيعطينا من قبل كيف نقدر نبعط لك صور مارك فأو على سوشال ميديا عندي انستا أو فيسبوك أو رقم واتساب أو على الفيسبوك طبعه وبيقدر هلا يتصلوا فينا شو الرقم على السفر أربعة 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 تأزى أي سؤال عندكم للزراعات المنزلية شو ما بدون كنت عم بقل له لقليل زريع عندي بالويل يلا لك شو أستاذ خبرك شو فيك تعمل عادة أهيان طريقة بتبعط لنا صورة هلا فسرنا من شوية كيف سورج أحضر اللايف بعدين على ام تي في ودايما إذا شفنا أكيد منقدر نجاوب أسرع يعني بس إن جانرال بقلب البيت إذا بدنا نجاوب على هذا السؤال الأغلاط الكبيرة اللي بتنعمل هو أولا أنحنا ما بنفهم أنحنا مش برات البيت وبعدين في شيء كتير مهم إذا بدك ينجح ونبتاتك بالبيت بدك تقلد الطبيعة بالطبيعة ما في شيء اسمه اندور بلانت النباتات بتعيش بره نحنا بنقدر كم نبتين حتى جوها بيتأقلمه فأول شي بدك تعمله تقلد وبالطبيعة شو الأساس هو الهواء فإذا حدا بدل مسكر شباك نبتات ما بيمشي الحال في أوفر ووتر ما بيمشي الحال يعني النبتة إذا عطشتها بتقلك عطشانة بس إذا ضلتك تسقيها زيادة بتموت فكتير مهم نعرف نسقي يعني وأوقات تنصدم إذا عندك كاكتوس جوية البيت أنا بسقي مرة تقريبا ثلاثة شهر مرة فالأوفر ووترينج وهذا بتصيرها من الحب ما قتل يعني فهو الأساسان نتعلم نسقي ونتعلم كيف نفوت الهواء بعدين بتصير كله هيا يعني أكيد نغزيهم أو شيء تاني حتى الزريعة بدك تنتبه كيف بدك تحمله ما هو ليك كيف هو ما فيش اسمه الزريعة فيه بالبيت أي نبتة زارة يعني عم نحكي عن 250 ألف نبتة كل واحدة منهم عندها كفة اختصاصات بكل شيء يعني فيه نبتة مثلا بتحب الماء فيه نبتة حساسة على الماء الكلسية يعني مثلا أعطيك البنادورة البنادورة بتحب الكالسيوم وبتحب مثلا الانتزام بالري إذا ما عملت هولي بتمرد وهيك يعني كل نبتة عندها قصتة أنا هوني جيت على غالي لأنه قلت مارك أنت زراعات المنزلية أنا دغري فكرت بالبويات اللي عنديهم بره يس مش أنا ما عندي اندور مضبط الشاطلية فهيدي هلأ ترند جديد من سميها أوربن فارمينج أو حتى زراعة الحوضرية يعني هي أنا نزرع بحوض وهيدي شيء كتير مهم يلي عندها كتير أدفنتجز يعني نحن عم ندعي الفاو واليوان كلونا عم يضعوا نزرع قدمة فينا ببيوتنا بالمدن لأنه الفكرة أنه نحن صرنا عايشين بشيء من سميمة الصحرة للأكل يعني أنت هلأ إذا عايش بمدينة أكلتك تنزرع على كيلومترات بعيدة عنك وعم بتصير المدن صحرة عمليا تصحر بس هذا مش قصة تصحر بالطبيعة أنه ما في بقى تصحر مدني مية بالمية فشو عم يضعوا عم يضعوا كتير نرجع نزرع على بليكيننا على الأسطح وعم نامل نحن كتير بحلقات بنايتشرا نوعي على هذا الشيء واحد أنت لما تكون عم تزرع تصور جاي من هارك كله سترس وتجي تهتم بنبتة وتزرع يزبط شوين هارك أكتر صح اثنين إذا بدك لما بتصير عم تزرع وتحكي مع جارك أو تسعى لحدها بيصير فيه كمانا هيك بديشار اكسپيريينسز وهذه المرة بتصور إلي أحوش كأنا بخبر أنه لما أنت تصير عندك كمية وتنخ وتطلع تحط كمية للنبتة تبعك بتعمل سبور عندك المود أحسن هم تعمل سبور هم تهتم بشي تكون أكتف وفنكشنل وعم تتحرك وهون أكبر دليل على أنك توصل الأكتيفتي الجسدية بالشيء الفكري اللي عم تعمله هذا دليل كتير مية بالمية وما تنسى أهمية على قد نحن نكون عم نجمل المدينة يعني عن جد نزال مثلا على بيروت تشوف البنايات اللي مزروعة لحدها البنايات اللي مش مزروعة وقديش بيكون عم نحط أكسجان وعم نشيل تلوث فمشان هيك نحن كتير عم نحكي عن هالشياء وكتير رح نبقى نعمل حلقات نوعي عليهم بس اليوم قلنا منجاوب على قد السرط فمن بلش نعطي أول سورة يلا وهيك من أكد نجاوب عليهم كلهم سوا وأول سورة مفروض هلأ بتقطع هي عن عن لكي بامبو يحيي هون قدامنا فعم يسألنا البعاتها أنه هو عم بيهتم فيها كله تمام بس مش عم بيعرف شو عم بسرنا فمبين كتير منيح بالنص هول النقطة البيض عليها فهيدي حشرة كتير قوية عم تجي هلأ على كتير نباتات خاصة على كترة التلوث وعلى التسكيل مثل الدبق هي؟ مثل الدبق عندي منها على الحامضة ترعيتي أوكي فأول شغلة إذا بتشوف هيدا السورة هو خل المرض نحن نقول بالزراعة يستفحل يعني يقوى فلازم أول ما يبالشوا يعني واحدة من البحث يعني إذا أنت بتجيب مثلا كلب على البيت أو بسرين المهتم فيهم دايلي فالنباتات لازم كل يومين ثلاثة نتطلع عليهم ما نخل المرض يستفحل إذا استفحل متلاك بيسيبك ترش فهو بالأساس أول ما يبالش كان فينا على قطنة مع سبيرتهم نشيلهم ونحرقهم ونكبهم إذا قوى بدنا ننطر نرش عادة اللي ما بيحبوا يرشوا مبيدات بيجربوا أوقات الصابون أو حتى الدخان أو حتى الحر أو التوم وأوقات يعني بينفع أوقات لا إذا لقى في أن نستعمل دواء عدوى اسمه نيم أويل لا أو لقى مضطرين الرش فأنا يعني إذا انتبهوا بأول مقاوة ما برشوا بس بهذا الوضع بتصوى رسال متالي رش نحن عنا اتصال نحن نروح لأتصال ألو ألو بونجور بونجور بدي أحكي مع المهندس تفضل أنت على الهوى حضرتك على الهوى تفضل مين معنا أوكي حبيب أوكي عندي أفوكا إجاهة من من أبيض بيعلق على الغصن أوكي تمسحه بتلاقي مأدوح الغصن لجوة أوكي وعب تدبل وفتصفر يعني رشاتها مرتين تلاتي بس ما عم يلا مش رح رح جاوبك رح جاوبك يلا جاوب عند مارك هلا لريت معصورة ما معصورة بس الأفوكا إجمالا إذا منشوف مثل هيك ملح أو كريستو بيد على الجزع طبعا ما أقول يكون سببين أولا هو نقص معدن البور يلي هي الأفوكا كتير حساسة عليها هيدا كنا عم نقولون قبل أنه في نباتات حساسين عشية بما أنه عم بيقول فخت يعني أنا عادة بقولي شي لوا ويتطلعوا بما أنه عم بيقول فخت ما بيكون البور بيكون حشرة اسمها أمبروزيا بس أنا مأكد أنه ما رش الدول مضبوط فإذا رش هذا الدول إذا بيعطنا هلا على الأرقام اللي عم تقطع أو على فيسبوك بكتب له أكيد الدول بديو يحطها منى مشكل كتير كبير هي اسمها أمبروزيا بيتل يلي كتير عم تقوى على الأفوكا بلبنان يعني أمبروزيا الخنفساء أجل هيدا هي مية بالمية هيدا نشوف شو عندك صور بعد يلا فرح كمان نشوف سورة كرزة في عنا أكتر من صورة عنا وإذا ملاحظ في السمغ على نبات هذا أكتر شي من شوفه على النبات السمغ على الشجر يعني على مية بالمية كتير حلو عم تسألنا هذا الشي لأنه لما بيسألوا لي مثلا نبتة مصمغة شو بدي حت السمغ أمين هو بس أول ديفانس للنبتة يعني كيف نحنا لما يكون عنا حرارة منعرق نبتة مصمغة هي أنه عم تقالك أنه أنا مريضة يعني هي عم تجربتها فما بتقدر تعالجها إذا ما فهمتشو المرض فمشان هيك منطلب يبعطولنا صور أو هيك فبهيدا الكاة تبعون وخاصة إذا كان حسب مناطق وين في طريقة أوقات بعرسال وهيك لازم تطلع شي نهر على العرسال لبنان 10452 كم مربع 400 منهم عرسال لوحدة وكلها كرز وحتى في شي تاني بس كرز بخيالة يعني ممكننا نعرف هذا الشيء عن عرسال شي بعقل يعني فبدو يطلع على طرق تبع الكرز وبدو يشوف أول شي إذا في نشارة إذا في نشارة طالعة معناتها كمان فيه سوسة عم بتصوز جوا وفيه أكيد طرق لتنشال بعرسال بسموه السوسة اللي بعد سين بتصير حشرة كبيرة هالمرة ما اسمها أمروزيا بسموها أبو شوارب لأنه عندها هيك شوارب طوال يعني فأكيد هيدا بديو يعملها تريتمنت لأ أو لأ بدو يشوف شو هن الأشي يعني إذا ما فيه نشارة فيه أشياء تانين بتجه على الكرز وخاصة إذا الكرزة الكرزة مننا يعني كتير حساسة على المفيد رناج طبع التربية يعني إذا الماء ما بتصرف لبرة بيصير عننا بيصير عننا هالمشكلة فبدنا نشوف هو مارت فطرة هي حشرات بس السمغ لوحده ما بقدي نعرف مارت نحن نحن نروح لوقفة ولحن نرجع نكمل مع أبو شوارب يلا يلا نرجع معكم مشاهديننا ومنكمل بالصور يلا أنا حد صورة من عندي بس هيدا السؤال اللي عم نجاوب عليه أمين كتير سايرين عن الأفوكا فمشاناك قلت منحطها من اكتباع بيسألونا أنه عندنا أفوكا واحدة ومع متاعتها فأنت رح تحب هيدا المعلومة تقلك بالأول قبل ما أرجع هذه الصورة الأفوكا في عندك شجر اسمهم بيكون A وشجر اسمهم B بالشجر الأي الأنسة يعني عزيزة الشجرة تخيل عزيزة الشجرة في الزهرة الأنسة بتزهر الصبح والزهرة الزكر بعد الظهر سوما بيلتقوه ال B بعكسه سوتي يكون عندك أفوكا وعم طاعته بدك تزرع على القليلة شجرة A وشجرة B لا يقدر يذكروا بعضا فإذا رحت عد محل زراعي مثلا هاس ولمب الأفوكا لأنه عنده وحده هذا السبب لأنه الشجرة ما أنا أقولها أتذكر حالا يعني إذا بتزرع شجرة أفوكا وحده ما بتعطي مية بالمية هلا كيف ما أقول تعطي إذا عندك شجرة أفوكا وحده عم نحكي بمشروع زراعي ولا ممكن بس في طريد انتحد بيتك كيف ما أقول تعطي يمكن مثلا جارك عنده على بعض مئة متر عكسك وعمل بس أنه هيدا منه شي منيح يعني أو لأنه سترست لأنه النبتة إذا هي كانت سترست هي بتعرف أنه في مشكل بتقري بالأي والبيئة أنه تزهير على بعضهم بس هيدا منه عالمة منيحة فبالأفوكا إذا بدكن تكون عندكم أفوكا منيح بدكن تنتبهوا تزرعوا على القليلة شجرتين يكونوا عكس بعضهم إذا عم تعمل بستان على القليلة ربع البستان يكون منشي والثلاثة ربعة تكون منشي تاني للتذكير المزبوط هذه معلومة مش غريبة ولكن حلو الواحد يعرفها أكيد أكيد مية بالمية بتعرف المزارعين لقبل كيف كان يزرعوا ترعي الأنقرر يعني يعني بتعرف بس أنه هيدا شي كثير مهم يعني نحنا يعني في كتير أغلاط صارت وتعلمنا منها يعني أعطيك مثل على هيدا شي سامع عن الفانيلا يلي هي نحنا نعرفها كابوزة بس الفانيلا هي نوع أوركيد مناخد البزرة تبعها ومنحطها منستعملها كتير بالأكل فالفانيلا جاي من أمريكا لتينية لما صاروا بدون ينشروها نقلوها على ماداكسكر وعاشت بتعقد بس على سنين وسنين وسنين ما تعطيه ولا شي تكتشف حدا أنه في حشرة موجودة هونيك مش موجودة هون بتعمل فحاليا ماداكسكر تخيل البلد الأول عالميا بالفانيلا الناس بتعمل التلقيح عقيدة لأنه ما قدروا يجيبوا يعني تصور بدوا يتروح كل شخص ياخد زهرة ينزل البلد على الأوفيل على كل زهرة على كل زهرة على كل زهرة لا يعطوا فهذا كله تجرب تزبط يومو فان هاخد صورة تانية كمان هلأ قرأنا بتقطعنا نحن بعد معنا دقيقتين نشوف قد ما فينا صورة هوني على نبت اسمها لكي بامبو ياللي نحنا عادة نزرعها بالماء بس هي نوع درسانة فبتنزرع بالأرض فعن بيبعط لنا الصور عم بيقلنا ليش عم بيصيروا تصفر ولا تتيج لونه البنة وهيك فكتير هين باللبنان أمين وهيدا بقلك خاصة إذا عندك نبتات داخلية هالأسفيراء اللي باريش تشوفه هو لأنه ميتنا كلسية فكترة الكلس بالتربة بتمنع النبتة تاخد المعادن اللي هي عايزتها فكيف منشتغل إذا بدنا نزبط هذا الوضع أول شغلة منجيب حديد ومنحط بالتربة الحديد هو لوحده بيوقف الكلس حديد أصفار ما يكون حديد عادي بدنا نشتري شيء اسمه حديد من سميها كليتد آيرن يلي هنا بتكون بودرة سوداء بتنحط إذا حطيت مثلا الناس بيعملوا شيء سيفة أو خبار منزوعة أو هذا بدأ شيء عشرين سنة لاتخذوا النبت فما بيمش الحال بدنا نشتري بودرة سوداء اسمه كليتد آيرن منحطها بالتربة بس ما بينفع على وحدها من بعدها بدنا نعطيها المعادن اللي بديها أو منجرب نسئة بمية غير كلسية فهيدا السبب الأساسي لأسفرار النبتات الداخلية أو حيالا النبتة تحكمانا من ورقاتها فنبتة عم تصفار بالمبدأ أنا ما فيها تاخد معدن النيتروجن لتكون خضره مارك أنا بدي أقول لك مرسي بس قبل ما أختم بدي أقول لك فكرتك بتخليني حس أنه أنا ما بعرف شي عن النبات كل شيء كنت عم بعمله عندي مش هناك عم مينموم يصفروا مينموم يصفروا لازم تكتر الحلقات مارك بيمش الحال متى تلهم خلاص مية بالمئة أنا بشكرك على كل المعلومات برجع بقول لك حلوة وقفوا وبعدين لحن نرجع مع ايت سمارت